الآن يا شباب خلينا نكتب برامج أوكي بتعالج فكرة الانترابت إحنا يا شباب زي ما بنعرف إنه الكمبيوتر تاعي طول حياته بيظل يعمل في جدي كود إكسيكيوت أوكي الآن هذا الكمبيوتر أثناء تنفيذ البرنامج ممكن يجي طلب مقاطعة أوكي يعني هو البيسيك كمبيوتر ينفذ البرنامج تاعنا ممكن يجي انترابت له مقاطعة الآن المفروض لما البرنامج تاعي يجي مقاطعة شو الكمبيوتر يعمل يوقف عن التنفيذ طبعا يخلص الانستركشن اللي بيده بعدينك يخلص الانستركشن اللي قاعد بنفذ فيها بعدينك يوقف عن التنفيذ أوكي يوقف عن تنفيذ البرنامج وين يروح هذا البيسيك كمبيوتر يروح ينفذ أوكي يروح أو يفوت بحالة انترابت سايكل وبالتالي إذا أنا البيسيك كمبيوتر بينفذ البرنامج تاعي بيكون بعمل بوضع طبيعي الآن إذا إجاء مقاطعة أثناء تنفيذ البرنامج طوالي أوكي شو بدنا نعمل شو بعمل البيسيك كمبيوتر بوقف عن التنفيذ وبفوت بمرحلة الانترابت سايكل أوكي الآن المفروض بالانترابت سايكل شو روح نعمل إحنا نخلي البيسيك كمبيوتر يروح ينفذ ما يسمى بالانترابت سيرفيس روتين وهو عبارة عن روتين أوكي هذا انترابت سيرفيس روتين هو عبارة عن هو عبارة عن روتين بخدم الانترابت اللي صار فالآن السؤال تاعي إيش الطاسك اللي بيصير بالانتربت سيرفيس روتين إيش الطاسك اللي بيعمله الانتربت سيرفيس روتين طيب مرة ثانية أنا عندي برنامج قاعد بتنفذ صار مقاطعة المفروض الآن شو يعمل البرنامج تاعي يروح يعالج هاي المقاطعة اللي صارت فبالتالي هون هاي هي فكرة الانتربت فطوالي بيجي البرنامج تاعي بيروح يعالج المقاطعة اللي صارت عبر تنفيذ الانتربت سيرفيس روتين اللي هو الاسر هذا المفروض الانتربت سيرفيس روتين هو عبارة عن سابروتين بيروح يعالج للانتربت اللي صارت يعني بختم الانتربت والمفروض بعد ما يخلص شو نعمل إحنا بعد ما يخلص طوالي نرجع على برنامجنا الأصلي صح؟ وبالتالي أوكي لازم بس نخلص المقاطعة نرجع للبرنامج الأصلي وإحنا هذا شرحناه يا شباب بشابتر خمسة فكرة الانتربت الآن خليني نشوف وين كيف من ننفذها بالبرمجة يعني كيف أنا بدي أنفذها وكيف بدي أكتب الانتربت سيرفيس روتين تاعي طيب الآن المفروض الانتربت سيرفيس روتين اللي بنكتب يا شباب إيش يعمل؟ يعمل الأشياء التالية طلعوا لي طبعا مرة ثانية هذا هو عبارة عن الروتين اللي بعالج للانتربت اللي بيصير أوكي؟ طيب يعني الكمبيوتر تاعي بيوقف وبروح على الانتربت سيرفيس روتين الآن إحنا المفروض هذا الانتربت سيرفيس روتين يعالج للانتربت سؤال تاعي هذا مين بيكتبه؟ إحنا المبرمجين هذا الانتربت سيرفيس روتين الآن هذا شو المفروض يعمل؟ مفروض يعمل على تخزين لستاتس أوب سي بيو لما نحكي status أوب سي بيو يعني حالة السي بيو الحالية اللي هي عبارة عن شو؟ اللي هو الريجسترات طبعا زي الأكيوموليتر عندنا والفلاكس زي الإيبت هذول المفروض يتخزنن يعني الانتربت سيرفيس روتين تاعنا يخزن الأكيوموليتر ويخزن الفلاك هذول التاعات مين يا شباب؟ تاعات البرنامج الرئيسي أوكي البرنامج اللي كنا فيه هذول المفروض نخزنن تمام؟ يعني يفرضوا أنا بجمع أرقام فممكن تكون مخزنة بالأكيوموليتر الآن إذا تصار مقاطعة المفروض هذا الرقم اللي الأرقام تتخزن عندنا أوكي تتخزن عندنا طبعا وين نخزن نحن؟ بالذاكرة بالإضافة للفلاكس إذن هذا أول إيش لازم يعمل الـ ISR طبعا هذا إحنا لازم نكتبه طيب النقطة الثانية الـ ISR لازم يفحص للسورس أو في انتربت يعني لازم يسأل نفسه مين اللي عمل الانتربت؟ المقاطعة مين اللي عملها؟ كيبورد ماوس برينتر؟ برينتر وكي لازم يحدد مين اللي عمل المقاطعة؟ طبعا كيف يحدد؟ عن طريق شك الفلاكس اللي عملت ست بتأكد هل الـ FGI؟ هل الـ FGO؟ فبالتالي من خلالها بعرف أنا مين اللي سبب الانتربت أو عمل الانتربت؟ فبرنامجي بعرف من خلال الفلاكس طيب الآن شو منيجي بنعمل؟ بنخدم الـ device اللي عملت مقاطعة فبنعمل serve the device whose flag is it؟ وبالتالي بطلع هل الـ FGI؟ بتأكد من الـ FGI أو الـ FGO؟ إذا الـ FGI معناها بتكون بروح بنفذ الـ Input Sub-Routine إذا الـ FGO هي اللي صار لها 6 معناها 100% بنفذ الـ Output Sub-Routine الخطوة الثالثة بيكون هيك احنا عالجي أو الخطوة اللي وراها بيكون طبعا بعد هاي المرحلة احنا عالجنا الانتربت اللي صار يعني واحد طلب مقاطعة فعالجنا خدمنا خلص الآن شو بنرجع لوضعنا الطبيعي؟ الآن بنرجع لبرنامجنا بس قبل ما نرجع لبرنامجنا الأصلي بنعمل restore للcontent وفي Processor register and flag بنرجع الرجيسترات تاعة البروستر والفلاد يعني بنرجع هذول اللي خزناهم هون فمنرجع الوضع حين الطبيعي يعني بنرجع الأكيوموليتر مثلا والE flag عندنا هون بعدينك شو بنعمل؟ turn the interrupt on بنعمل ال interrupt نخليه on تمام؟ بعد هيك شو بنعمل؟ return the running to the running program بنرجع لبرنامجنا الأصلي طبعا هذا كيف بنعمله؟ عبر تحميل البروغرام كاونتر أوكي عبر تحميل البروغرام كاونتر الحالي اللي هو بالقيمة أو بالinterrupted program الinterrupted program مشان يرجعني للمكان اللي أنا أجيت منه أو النقطة اللي صار عندها انتربت وبالتالي هاي الشباب هي عبارة عن التاسكس اللي موجود بالinterrupted service routine وهذا منه الinterrupted service routine هو عبارة عن routine إحنا بنكتبه يا شباب إحنا بنكتبه بإيدنا فطوالي إذا قلت لك اكتب صب روتين لازم تضمنولي هذوله كلهن أوكي طيب الآن يا شباب خلينا نشوف هذا البرنامج اللي أمامنا طيب هذا البرنامج اللي أمامنا يا شباب في سبروتين أوكي أو في interrupt service routine عفوا اسمه CVR CRV هاي هذي يا شباب هاي هذي عبارة عن interrupt service routine تعنا هذي شباب بتعرفوا متى بتنفذ إذا صار مقاطعة إذا صار مقاطعة هذا السبروتين بتنفذ طبعا هذي مين كاتبه إحنا المبرمجين أوكي هذا بنكتبه إحنا طيب إذن هذا السبروتين إحنا بنكتبه الآن باجي بعطيه اسم CRV هذي عبارة عن الليبل هو بمثابة اسم السبروتين تعي هو بمثابة الinterrupt service routine تعي ماشي وبننتبه إنه أوكي آخر جملة فيه تكون branch unconditionally zero i طبعا رح انتبهوا هذا هذا مش سبروتين طبيعي هذا interrupt service routine هذا عبارة عن routine بتنفذ لما يصير interact فبالتالي بكتب كودي وآخر جملة لازم تكون branch zero i zero شو هي هايو zero هي عبارة عن هو عبارة عن variable عنوانه أو location تعه صفر وبالتالي هاي بتتكون على origin صفر يعني على origin zero بكتب هذا بعرف هذا ميني شباب بعرف هذا الvariable اللي اسمه zero وبيكون طبعا هنا كhex أو decimal أنا بدأ قوله هنا hex وبعطيه zero لازم أكون كاتب فعلى origin صفر لازم أكون كاتب zero طبعا هذا zero label بتقدر تحط البدكوية يعني كاسم مش مشكلة zro بتقدر تحط أي اسم بس أهم شي على origin zero أكون أنا حاط hex لقيم معينة طيب الآن انتبهوا يا شباب شو بدو سير عندنا أوكي الآن وين برنامج الأصلي هيو على origin 100 هذا برنامج الطبيعي هذا المين بروغرام بتاعي هذا running program وهذا عبارة عن الانتراب service routine وأول جملتين هاي هذول هذول بيكون واحدة على origin zero واحدة على موقع zero رح تكون hex واللي على location one رح تكون branch unconditionally ل CR دائما هاي يا شباب اللي على location one لازمة تكون جملة هاي الجملة one branch unconditionally CR يعني لميتين يعني لو قلتلكوا شو الانستركشن اللي لازم نكتبها على location واحد بالذاكرة يعني على location واحد بالذاكرة لازم تكون هاي branch unconditionally CR إذن مرة ثانية باختصار هون بحط له origin zero الآن على zero بحط له hex لأي قيمة طبعا مبدأ اي صفر هنا يا شباب هذا على location صفر على location one باكتب دائما branch unconditionally ل ل label تبهوا ممكن هالاسم يتغيرك branch unconditionally لل label اللي بيمثلي عنوان انتربت service routine تاعي للCRB هاي هذا اللي بيعالج المقاطعة فبالتالي على location one لازم تكون branch unconditional هاي باكتبها البرنامج تاعي الطبيعي هاي هاي برنامج الطبيعي هاي بكون يتنفذ طبعا هذا الجزء ما بتنفذ إلا لما يشباب يصير مقاطعة آخر جملة في لازم تكون branch unconditionally zero i هاي zero i تبهوا طيب تعرفوا ليش تبهوا شرحنا بشابتر ستة عن الانتربت سايكل هاي هاي تعرفوا لما يصير انتربت سايكل شو بصير بصير الأحداث ثاييلة موجودة أمامنا شرحناها سابقا طيب الآن تعرفوا شو بصير لما يصير عندنا انتربت طوالي البروغرام كونتر بتخزن بالمموري أوف زيرو يعني احنا قاعدين من نفذ البرنامج تعنا فصار عندنا انتربت طوالي البي سي بتخزن بالمموري أوف زيرو يعني وين يعني هون يعني شو معنى هذا معنى انه لما يصير انتربت بتخزن عنوان النكس انتركشن وين بالمموري أوف زيرو معناها المموري أوف زيرو بحتوي على عنوان الانستركشن عنوان النكس انتركشن اللي صار عندها مقاطعة لهيك لما نرجع من المقاطعة لما نرجع من المقاطعة شو بنعمل أوكي لما نرجع من المقاطعة أو نخلص المقاطعة ونكتب يعني وننفذ الانتربت سيربس روتين لازم نرجع للجملة اللي يجينا من عندها وبالتالي بهاي الحالة لازم نكتب برانش انكنشن لزيرو آي لأنه هاي الجملة رح ترجعنا للمكان اللي يجينا منه أو اللي الانتربت صار في طيب شو الخطوة التالية بتصير بالانتر طبعا هاي بصير تلقائي أصلا إحنا صممنا البيسيك كمبيوتر يعمل هذا الإشي فبالتالي بصير تلقائي الآن كمان شو بصير عندنا بنحط واحد بالبيسي فالبروكرام كاونتر تاقي بصير واحد شو معنى بصير واحد يعني الجملة اللي رح تتنفذ الآن اللي على موقع واحد اللي هي من هي رح تكون هاي مية بالمية رح تكون هاي الانستركشن هاي اللي على موقع واحد معناها أول جملة رح تتنفذ بعد الانتربت هي الجملة اللي على عنوان واحد لأنه البيسي بصير واحد فبالتالي مية بالمية رح تتنفذ هاي الجملة طب لحظة هاي الجملة رح تعمل لبرانش اند كونديشنالي لا الاس آربي بعد التالي هاي الجملة رح تنقلني لهون أكيد احنا دائما بدنا اول لما دائما احنا بدنا لما يصير مقاطعة طوالي شوية تنفذ الاس آربي وبالتالي مباشرة لما يصير مقاطعة بالكود اللي مكتوب أمامي بالمية بالمية رح يجي التنفيذ لهون طبعا وبنحط صفر بالاي اي 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 بل وبنحط صفر بالاي اي ار هذولا التلقائيات بصير لأنه ما بدنا انتربت يحدث وقعدين منعالج بانتربت آخر فبالتالي منوقف الانتربت لهيك لما نخلص معالج الانتربت رح نسمح لواحد آخر فبالتالي لاحظه هنا آي اون فالتالي هنا لازم نسمح له لما نخلص الانتربت سيربس راتيب اذا معناته اذا انا قاعد بنثل بالبرنامج تاعي وصار عندنا انتربت طوالي يا شباب شو رح يصير عندنا طوالي رح يتنثل مية بالمية هذا الصبروتين تعنا طبعا هذا الصبروتين تعنا شو بعمل اذا بنتفحصه بالتفصيل هذا الصبروتين بعمل الاحداث اللي شرحناها او الطاسك اللي موجودات بالسلايد اللي قبل بخزن الاكيوموليتر والإي وبعدينك بخزن الاكيوموليتر والإي بعدينك بفحص الفلاكز الاف جي آي والاف جي أو بديوا يتأكد انه هل الانتربت من انبوت ولا من آوتبوت الآن وبعدينك بيعالج هذا الانتربت سواء من الانبوت أو الاوتبوت بعدينك شو بعمل برجع الاكيوموليتر السابق والإي السابقة تبعا البرنامج تعنا وبعدينك شو بعمل بعمل الانتربت وبالتالي هاي هي الاس آر بي هذا اللي بعمله بالتفصيل وبعدينك بنرجع للمكان اللي أجينا منه أوكي شو أوكي في مين بروغرام هايو هذا المين بروغرام موجود على أوريجين أوكي بالإضافة إلى أنه وجود عندي سيربس روتين موجود على أوريجين ميتين هذا عبارة عن الانتربت سيربس روتين طيب الآن يا شباب برنامجي أو المين بروغرام تاعي هو اللي رح يبدأ يتنفذ فالآن البروغرام تاعي أوكي اللي على أوريجين نية اللي هو المين بروغرام رح يبدأ يتنفذ جملة جملة طيب الآن يا شباب خلينا نتبع هذا البرنامج ونشوف كيف بتنفذ ونشوف كمان إذا صار انتربت أثناء تنفيذ المين كيف البيسيك كمبيوتر رح يتصرف وبالتالي أنا الآن رح أنفذ المين تاعي أوكي طبعا المين تاعي شو بعمل بقرأ قيمة X بجمع الها Y وبيخزن الناتج وين B Z فبالتالي البرنامج تاعي رح يعمل Z equal X Z Y هذا المين بروغرام تاعي الآن خلينا ننفذ هذا البرنامج ونشوف إذا صار أثناء انتربت فإيش رح يصير أو كيف رح يصرف البيسيك كمبيوتر عندنا بهاي الحالة أوكي الآن يا شباب أوكي خلينا ننفذ البرنامج تاعنا طبعا البروغرام كاونتر بهاي الحالة رح نعتبره قديش يا شباب رح نعتبره البي سي رح نعتبره 100 أوكي إذن البي سي تاعي قيمته البروغرام كاونتر 100 أوكي الأكيوموليتر رح نعتبر قيمته الابتدائية صفر كمان في عندنا الانتربت انابل لفلب بفلوب رح اعتبرها قيمته الابتدائية هاي لفلب بفلوب صفر والاربت أوكي العارف اللي بفلب برضه رح اعتبر قيمته صفر ممتاز فالآن يا شباب خلينا ننثل البروغرام بتاعنا الآن بما أنه البروغرام كاونتر قيمته 100 الآن معنات أول انسترقش رح نعملها التشو رح تتنفذ اللي هي على موقع 100 الانسترقش اللي على موقع 100 ممتاز طيب الآن يلا يا شباب البروغرام كاونتر 100 الآن اعملوني الانسترقش اللي على موقع 100 الانسترقش اللي على موقع 100 رح تكون clear accumulator طبعا رح نعملها فتش decode execute فالآن ومجرد ما عملنا لها فتش البي سي تلقائي وصير 101 ممتاز clear accumulator طبعا رح نعملها decode ورح نعملها execute فمباشرة رح تعمل clear للأكمulator تعنا فالأكمulator تعنا الآن رح يصير صفر ممتازة بتاليك بكون نعملها فتش decode execute يلا الآن مروا على الانسترقش التالية البروغرام كامتر 101 معناها next instruction رح نعمل لها فتش رح تكون على موقع 101 اللي هي أي instruction اللي هو هاي الـ i on الآن هاي بعملها بنعملها فتش طبعا مباشرة بس نعملها فتش رح البي سي صير 102 طيب decode execute الآن مجرد ما عملنا execute لل i on هاي مباشرة بتعمل ال i enable 1 شو معنى ال i enable 1 معناته بهاي الحالة إحنا رح يسمح بال internet معناته إذا البرنامج تاعي أو البيسيك كومبيوتر قاعد بنفل بالبرنامج تاعي الآن يا شباب مجرد ما صار عندنا internet معناته البيسيك كومبيوتر رح يروح يعالج هذا الانتراب وبالتالي 100% رح يروح يفوت بال internet cycle وبالتالي بكون ليش لأنه إحنا فعنا الانتراب أوكي وبالتالي إذا إذا إنت بديك تفعل الانتراب دائما إيش نفي أو أكتب instruction in i-on إذا ما بدك انتراب يعني برنامجك بتكيش أي حدا يقاطعه بتحط i-off إحنا هنا بدنا برنامج يقاطع ما في مشكلة يعني برنامج يجمع رقمين الآن بهذه الأثناء إذا صار عندنا مقاطعة من نوع معين أوكي جاني input أوكي أو بدي أو output بهذه الحالة إيش بهذه الحالة إذا بدي أسمح بحط i-on وبالتالي بما أنه إحنا عاملين i-on معناها إذا صار مقاطعة معناته ممكن المين برغرام أثناء تنفيذه يصير في المقاطعة طبعا بعد ما يتيجي المقاطعة بيس الكمبيوتر بيرح بنفذ هال المقاطعة وبرجع بيكمل المين البرغرام بتاعنا ممتاز يلا الآن البي سي بما أنه البي سي 102 معناها النيكس الان اللي راح تتنفذ راح تكون اللي على موقع 102 اللي هي من هي load ax ممتاز الآن هاي راح ينعملها فتش فمجرد ما ينعملها فتش راح تصير الان البي سي راح تصير 103 يلا الآن من نعمل decode ومن نعمل execute طيب الآن يتبهوا افرضوا بهاي الأثناء صار مقاطعة يعني وحنا بنعمل decode execute instruction يجاني مقاطعة طبعا المقاطعة كيف يجتني افرضوا keyboard ودى لي على الانتربت ريجستر فاليو فبالتالي افرضوا keyboard مشبوك عندي هنا keyboard طبعا مع serial input اكيد مشبوك مع الكمبيوتر تاي فمجرد keyboard مثلا ما ودى character اوكي على السبيل المثال ممكن يودي character بالهكسة 57 اوكي example طبعا هنا طبعا مجرد ما الkeyboard ودى character اوكي طبعا هذا character رح طبعا يكون مشبوك مع serial interface ورح بالتالي ال data رح تنتقل ال input register ورح تتجمع ال input register الان اذا احنا الkeyboard عاملينه يعني يشتغل بفكرة الانتربت طوالي الار بت شو رح تصير يا شباب الار بت رح تصير بهاي الحال وحد طيب وبما انه ايجا على بما انه ايجا على ال input register طوالي ال fgi شو بتصير يا شباب طوالي بتصير واحد اذا ننتبهوا انا قاعد بنفذ بالload ax عملت لها فتش وعملت لها الان decode والان بدي اعملها execute يعني بدي افوت بال t3 و بدي افوت وال t5 فالان بهاي الاثناء صار interrupt ايجا مقاطعة تبهوا انا بنص اللود صار مقاطعة طبعا المقاطعة زي ما قلنا ايجاني حرف من الkeyboard الآن نضغط عليه مباشرة هذا الحرف رح نبعث على ال input register طوالي الarbit equal 1 وطوالي ال fgi equal 1 الآن يا شباب لما يصير interrupt بهاي الحالة فزي ما بتعرف زي ما اخذنا بشبتر 5 لان شو بده يصير مباشرة ال basic computer بهاي الحالة اذا احنا مفعلين الانترابط اكيد وجاني انترابط مباشرة شو بيجي بعمل ال basic computer مباشرة يا شباب بنفذ ال instruction تاعتنا بيكملها ممنوع يقطع نصة فبيكملها يعني رح ينفذ الان load ax بكملها وبيخلصها بعدين شو بروح بعمل بفوت بال انترابط cycle وبالتالي load ax الان اجاني انترابط مباشرة ال basic computer بكمل تنفيذ هاي ال instruction وبالتالي load ax يلا كملوا تنفيذها هاي شو رح تعمل رح تجيب memory of x وتحط وين بال accumulator ال x into 1 2 3 4 بالهكس ومباشرة هاي القيمة رح تيجو تنحط بالaccumulator الان قيمة الaccumulator رح يصير 1 2 3 4 بس ما ننتبه يا شباب ننتبه لنقطة كثير مهمة الان اثناء وانا بنفل بالload x يعني بعملها fd code execute يجاني انترابط الان بهاي الاثناء اوكي ال basic computer شو بعمل طبعا لما يجاني انترابط تتعدلت هذول الفلاقات اللي هو ال r وال fgi طبعا ويجي الكمبيوتر شو بعمل بكمل load x يعني لازم ينفتدها حتى لو اجي الانترابط بنص load accumulator x لا بكمل basic computer تنفيذ هاي الانسركشن طيب لحظة الان load ax خلصت ايوة الان ما ننتبه ال r قدش تيمتها واحد معناها راح نفوت بالانترابط سايكل الان معناته راح نروح ننفذ المايكرو operation اللي خاصات بالانترابط سايكل ليش لانه ال r equal 1 فالان لو تروح تنفذوا المايكرو operations اللي تعات الانترابط سايكل يعني لما r equal 1 الان نتبهوا شو راح يصير اذا اثناء load x صار انترابط فمباشرة الكمبيوتر تاعي بنفذ load x الان طوالي شو راح بعمل بفوت بالانترابط سايكل طيب اتطلعوا شو راح يعمل تبهوا الان طوالي هاي انترابط الان 103 راح تتخزن الان انتبهوا البي سي بتخزن بالموموري اوف زيرو هاي اول اشي بلي لما يصير انترابط فبالتالي 103 بتخزن بالموموري اوف زيرو فلوكيشن زيرو راح يتخزن الان في 103 تعرفوا ليش هذا الرقم مشان بس اخلص انترابط وانفذ الانترابط سيربس روتين شو اعمل ارجع للمكان اللي بعد الانترابط ممتاز اذا هاي اول نقطة الان الخطوة الثانية شو بصير الواحد راح تتخزن بالبي سي فمباشرة البروغرام كاونتر تعي راح يصير واحد تمام وبعدينك الاي راح تصير صفر الاي راح تصير صفر شو معل الاي انابل يعني الان ممنوع حدا يقاطع اي حدا بيقاطع راح نرفضه لانه ممنوع تجي مقاطعة اثناء مقاطعة المصمم والار اذا حطينا صفر بالاي انابل ومنحط صفر بالار تمام لانه خلص انترابط ساكل خلصت الان وننبلش نعمل عادية اذا ممتاز اذا مجرد ما صار انترابط راح تصير هاي الاحداث طب بنان عليه شو الان ما نعمل بما انه الار صفر معناته راح نعمل فتش دي كود اكسيكيوت طب فتش من وين من قيمة الانستركشن او الانستركشن عنوان بخزن بالبي سي بي سي قيمته واحد ممتاز معناها الان راح نعمل فتش دي كود اكسيكيوت للانستركشن اللي على عنوان واحد فالآن راح نعمل فتش للانستركشن اللي على عنوان واحد شو هي هاي هاي براش ان كونديشن الي لسي آر في قيمته ميتين معناها راح تعمل براش ان كونديشن الي ميتين معناته هاي الجملة مية بالمية راح تودينا لهون للسيربس روتين يعني راح نبدأ الآن بعد ما وصلنا لهون راح هاي يتودينا لهون والآن ونبلش نمثل شايفين هيك راح يصير طيب الآن إذا بتلاحظوا هاي الجملة لبراش ان كونديشن الي اس آر بي ودتني وين على الساب روتين تاعي على الانترد سيربس روتين تاعي وين عنوانه على ميتين الآن إذن أول جملة راح تتنفذ لو سألتك أول جملة راح تتنفذ بعد ما صار انترد شو راح تقولولي راح تقولولي برانش ان كونديشن الي اس آر بي صح هيك فعليا بصير الآن هاي بتودين على الانترد سيربس روتين طبعا انتبوا يا شباب بيقدر الواحد يكتب الانترد الانترد سيربس روتين على لوكيشن ون يعني على لوكيشن ون بيبدأ يكتب كوده عادي ما في اي مشكلة يعني بيبدأ هذا الكود كله مكتوب هون على ون وثو وثري بس احنا حاطين برانش ان كونديشن الى ميتين وحاطين سيربس روتين تعنا على ميتين ما في اي مشكلة يعني اي تعقيدات لاحظوا بدون اي تعقيدات انا عند اللود اي اكس هيها بنفذ فيها صار انترد صار انترد طبعا صار انترد صار مقاطعة من الكيبورد الكيبورد ودا لي حرف طوالي لما ضغطنا حرف طوالي الكيبورد رح يقاطع البروشيسور ليش مشال البروشيسور يقرأ الحرف فطوالي البروشيسور شو بعمل بنفذ اللود اكس وبروح على السيرفز روتين لان حسب البرنامج تاعنا وحسب البراش اللي كات فينا مباشرة البراش انكون بتوديني له طيب هذا مية بالمية هو السيرفز روتين اللي رح يعالج لنا المشكلة طيب احنا اتفقنا انه السيرفز روتين شو رح يعمل لازم يخزن الستيل تاعات البروشيسور اللي هي الاكيوموليتر والأي فلازم هذول يشباب يتخزنوا طبعا انا عندي هون الأي صفر بس لاني انتبه لها النقطة انه الأي بتاعية الصفر اوكي طيب فالآن انتبه السيرفز روتين رح يستخدم الاكيوموليتر طيب الاكيوموليتر السابقة لازم المفروض نحفظها وبالتالي لازم نخزنها انتبه انا المين بستخدم الاكيوموليتر وعنده الاي طب لما اروع السيرفز روتين رح نعمل ورح نحمل على الاكيوموليتر طب لم تلاكيوموليتر السابقة شو رح اصير فيها رح نضيع وبالتالي بهاي الحالة شو المفروض انا اعمل يا شباب هون المفروض اخزن الاكيوموليتر القديم والاي القديم وبلما يخص الروتين تاعي السرجح طيب اطلعوا كيف كاتب الكود تاعي حاطة اذا الانتراب سيرفز روتين بسمي SRB طبعا تقدرو هذا الليبل تسمو اي اسم ما في اي مشكلة شو حاطة هون استور اكيوموليتر اس اي سي هاي شو رح تعمل يا شباب هاي استور اكيوموليتر اس اي سي هاي شباب رح تروح تسييف للاكيوموليتر تاعي بمتغير اسمه اس اي سي هاي الان يا شباب هذا الاس اي سي هاي متغير احنا عرفنا هاذ هدفه تخزين الاكيوموليتر بتاع الايش بتاع المين بروغرام تاعنا خزن الاكيوموليتر القديم وبالتالي يبقى خزنه فبالتالي الان شو بقوله استور اكيوموليتر اس اي سي الاكيوموليتر تاعنا قداش تقيمتو الان واحد اثنين ثلاث اربعة فمباشرة وين رح يتخزن بالفاريبل اللي اسمه اس اي سي ممتاز اذا الان رح يتخزن هون بالميموري واحد اثنين ثلاث اربعة تمام الان خطوة اللي وراها شو بنا نعمل الشباب بدنا نخزن الاي طب كيف بخزن الاي طلعوا كيف بخزن الاي الان بعمل c-i-r circulate right اوكي circulate right طلعوا هذا عندي اكيموليتر بتاعي وهاي عندي الاي فالان شو باجي بعمل circulate right اوكي circular اليمين فالان شو بتيجو بتعمل الاكيموليتر بصيره circular والاي بتفوت وين على آخر بت بالاكيموليتر ممتاز يعني الاي صارت تون لما نعمل circulate شو باجي بعمل بخزن الاكيموليتر كله داخل variable اسمه se هذا variable انا عرفته فبخزنه داخل se فبهاي الحالة شو بدو يصير عندي كأنه الاي تخزنت بالاكيموليتر طبعا بهاي الحالة الاي تخزنت بالاكيموليتر وبخزن الاكيموليتر ككل وبالتالي كأنه الاي تخزنت صح اذا الان رح تتخزن الـ الـ رح تفوت للـ على الاكيموليتر بآخر بيت الاكيموليتر 15 طبعا هون رح تكون الاي صفر طبعا اكيد بالبرنامج تاعي لحد الان وبالتالي رح تفوت صفر هون على الاكيموليتر بس هي فعليا الاي فالاي رح تفوت على 15 الان شو بعمل بخزن الاكيموليتر كله فبهاي الحالة رح يتخزن رح تتخزن قيمة الاكيموليتر مع الاي رح تتخزن هون طبعا تقدروا انتم تعملوها مرة ثانية هدفي اخزن الاي يا شباب هدفي اخزن الاي فالان هاي هيك مشبوكات الاكيموليتر والاي فلما نعمل سيركوليت رايت رح يصير له محتوى الاكيموليتر شفت لليمين والاي القديمة رح تفوت وين على بت رقم 15 وبالتالي الاي رح تفوت طيب الان سيفوا الاي بالذاكرة سيفوا الاكيموليتر كله عفوا بالذاكرة فكأن هالاي تخزن وبالتالي الان شو بنيجي مقوله CIR move into accumulator of of 15 تمام move الاي CIR circular رايت تمام هذا اليمين وفي خمسطعش تمام فبالتالي move في الاي انتو accumulator of 15 تمام الان بهاي الحالة بعد هيك شو باجي بقوله store accumulator س الان الاكيموليتر كله رح يتخزن وين ب الاكيموليتر كله رح يتخزن بال س فال س رح يتخزن فيها الاكيموليتر كله اللي هي من ضمنه الاي طيب الان شو منجي منعمل منقوله اوكي الان بهاي الحالة يا شباب بكون احنا خزن الاكيموليتر وخزن الاي برضه تمام الان شو الخطوة التالية الخطوة التالية يا شباب انا ممكن يجيني interrupt من input او من output وبالتالي بهاي الحالة لازم يشوف الانترابت يجاني من input او output طبعا كيف بعرف انه الانترابت يجاني من input او output بفحص ال fgi او ال fgo اذا ال fgi او ال fgo واحد معناته بهي اذا ال fgi واحد معناها يجاني interrupt من input device اذا ال fgi او ال fgo equal واحد معناها الانترابت يجاني من وين من من output device احنا البروتين تعنا هذا بعالج ال input وبعالج ال output وبالتالي الكود المكتوب يفحص لي اذا يجاني انترابت من input او يجاني انترابت من output الان هاذا السيرفز روتين بعالج ال input وال output الان كيف يميز بيناتهم رح يفحص ال fgi وال fgi او الان اذا ال fgi equal واحد معناها الانترابت يجاني من input اذا ال fgo equal واحد معناها الانترابت يجاني من output device فبالتالي لازم نعمل check لمين لا ال fgi وال fgo فخلينا الان شوفوا زي ما هو هون كاتب فاحص للان ال input flag تمام وممكن طبعا اكيد افحص ال output flag طبعا رح نفحص ال input والout احنا طب خلينا نمشي على البرنامج تاعنا جاي اللي هنا ski هاي ال ski هاي بتفحص ال input flag الان skip if ال input skip if ال input if ال fgi equal واحد الان بالمثال تاعنا هل ال fgi equal 1 الجواب نعم فرحين نعمل skip هون رحين نعمل skip فمباشرة انتبهوا ski رح عمل skip الان شو باجي بعمل input مباشرة بقرأ ال input register وبحط بال accumulator فالان قيمة accumulator بتاعي رح تصير قداش شباب طبعا رح تصير صفر صفر خمس سبعة طبعا انتبهوا هاي الواحد ثلاث اربعة وكمان بعد ما عملها تغيرت ترى بس انا ما اهتميت فيها بعدينك صار عندي بعدينك حط صفر صفر سبعة خمسة صفر صفر خمسة سبعة بي الى accumulator هاي رح ال input هاي statement تمام انتبهوا يا شباب ال input statement قرأتلي المحتوى وحطتلي بي ال accumulator بس من انتبه كمان program counter بيكون ترى يزيد ماشي ويتغير مناش ننسى فكان واحد فجينا على ال branch on conditionally بس هون هاي عملته 200 وبالتالي نقلتني الان ل service routine 200 201 202 الى اخره فبدي ظل الان يمشي خطوة خطوة اوكي طبعا بدي ظل يمشي الامام ال bc او بيظل يعني يتغير هذا المقصود الانبوت رح تقرأ لي من الانبوت رجستر وتحط اياه بالاكموليتر في الاكموليتر رحصير في صفر صفر خمسة سبعة طيب الان اوت رح تطبع لهذا الكاركتر ماشي الان يلا شو الخطوة اللي وراها شو بدي اعمال يا شباب بدنا نخزن الكاركتر بتاعنا هذا اللي قرأناه من الكيبورد بنخزنه بر فالان هاي الار بيأشر عليها bt 1 قيمته 300 فالان بدي نخزن هذا الكاركتر ب300 فالان شو باجي بقوله store accumulator bt 1 i هاي شو رح تعمل لي رح تخزن لي بما يؤشر عليه bt 1 bt 1 قيمته 300 فبأشر على موقع 300 معناته ممتاز اذا على موقع 300 رح يتخزن الاكيوموليتر اللي هو الكاركتر 0057 فبالتالي اذا اول كاركتر قرأناه رح يتخزن على موقع 300 لانه bt 1 انا حاط هنا 300 طيب الان increment and skip f0 لbt 1 هاي رح تعمل increment للbt 1 فالbt 1 الان بده يصير 301 طبعا ليش انا هي الكاتب اوكي او البرنامج ليش شيء كاتب بده كل كاركتر بفوتو نخزنه داخل array كل كاركتر احنا نكتبه بخزنه داخل array بيأشر عليها bt 1 كيمتا 300 فالكاركتر الاول رح يتخزن على موقع 300 الكاركتر الثاني الثاني اذا يجاني انت الربط رح تخزن على موقعة 2 1 والثالث على 32 الى اخر طيب الان بيكون احنا يا شباب هذا الجزء من الكود قرأ للكاركتر تاعي وخز لي بالبفر اللي بأشر عليه 3 اللي بأشر عليه bt1 ممتاز فالخز لي داخل هذاك البفر بعدين قيمة bt1 زادت بواحد مشان لما يصير انت الربط مرة اخرى وفوت على service routine تاعي اخزن الكاركتر هذا الجديد وين يا شباب b على 301 والكاركتر الاخر على 302 فكلما يصير انت الربط بيخزن لي كاركتر b البفر تاعي اللي اتداؤه من موقع 300 طيب الان خلينا نكمل الان اجي هون الان انتبهوا فحصل الان ال fgi لقا 1 ممتاز انها تقرأ الكاركتر وحط لي بالأكموليتر وبعدين خزلي اياه وين ب ال الري تاعيتنا الان بدي شوف كمان يفحص لفلاق ال fgi او فالان اطلعوا شو بيجي بعمل الجقال sko هاي رح تعمل skip اوكي اف ال out put flag هاي رح تعمل skip وتفحص لي ال out put flag تاعي فال sko يا شباب هاي رح تفحص لي ال fgi او تاعي الان هل ال fgi او 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 لا fgi او يكل 0 وبالتالي بهاي الحالة معناته مش راحين نعمل skip وبالتالي بهاي الحالة راحين نيجي لهنا طيب سؤال تاعي هل هون منعمل looping الجواب لا ما منعمل looping يعني ما منظن منعمل loop خلص 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 اذا الانت الربط مش من output terminal معناته خلص كمل وروح على البرنامج تاعك ارجع البرنامج تاعك وبالتالي ال sqo تفحص ال fgo اذا لقته واحد تمام اذا لقته واحد شو بتيجي بتعمل بتروح بتقرأ character من وين من ال buffer من output buffer في عندنا هون output buffer bt2 بيأشر عليه تقرأ لي character وبتودي لي يا وين على output term اما اذا لقته 0 اذا ال fgo 0 معناته ما صار عندنا هنا interrupt معناته راح نعمل الان branch on conditionally الان وين راح يروح يا شباب على طبعا في هاي الاثناء بيكون يتغير يا شباب ماشي طيب اذا بهاي الحال يا شباب زي ما انتش شفتوا بهذا المثال اوكي قرأنا لانه طبعا فحصنا ال fgi لقينا واحد فمباشرة قرأنا هذا الكاراكتر وخزنا ببفر بأشر عليه ال bt1 بعدين فحصنا ال fgi ال fgi لقينا صفر معناته في هاي الحالة راح نعمل exit ونكمل تنفيذ دينوا بالك هنا بالinterrupt ما منعمل looping يعني ما منعمل branch on conditionally لا loop لا خلص اذا ال fgi 1 بقرة اذا ال fgi 0 خلص انتهى معناها مش عامل interrupt ونفس الاشي بالنسبة ل fgi o طيب بيكون ال interrupt service routine خلص وبالتالي زي منتوا لاحظتم هنا ال keyboard عمل interrupt رحنا قرأنا الكاراكتر من الكيبورد وخزنا ببفر تأشر عليه ال bt1 الان كل ما الكيبورد يدخل حرف نقرأ هذا الكاراكتر ومنخوح منخزنه بالبفر فأول كاراكتر طيب بهاي الحالة عملية ال read أوكي أو بهاي الحالة عملية ال read من الكيبورد خلصت فالآن شو منيجي منعمل خلص منرجع البرنامج الأصلي منرجع للمين اللي جينا منه فاناش ننسى طيب هسا شو منعمل منسترجع ال e ومنسترجع ال accumulator السابقات تاعة المين program تاعة البرنامج داعنا فمنرجح لوضح الطبيعي ممتاز فشو منيجي منعمل نعمل load accumulator se هيو منحمل accumulator بمحتوى se لو هاذ هاذ منذ كلينه هاذ قيمة accumulator مع ال e تعيتنا فبيجي بحط ضياب accumulator بعدينك بعمله circular lift مباشرة لما عمل سير كولر lift رح يعمل دوران لمين للقسار لما يعمل دوران للقسار ال e اللي فاتت رح تطلع وبالتالي بهاي الحالة رح ترجع ال e لوضح السابق فرح يرجع صفر ممتاز وبالتالي هذول الجملتين معناها رجع ال e لوضح السابق بس كمان نرجع ال accumulator accumulator تعي وين مخزن يا شباب هيو accumulator تعي تعي المين program هيو فشو من يجي منعمل load accumulator s ac هذا variable احنا مخزنين فيه عاملين save لل accumulator s ac يعني save accumulator وبالتالي طبعا هذا انا اخترت الاسم وبالتالي هاي رح تجيب لي 1 2 3 4 وتخزن لي بال accumulator فال accumulator تاعي رح يتخزن يرجع فيه 1 2 3 4 اللي هي قيمة ال accumulator صفر طبعا 100% طبعا هون الاي ما تغيرك فرح اضل هالصفر ممتاز اذا هيك بكون رجعنا الاي وال accumulator لوضح السابق زي ما اجينا من المين program فبالتالي عملنا store لا accumulator ماشي وstore للاي restore للاي لان بعد هيك شو بنعمل بنرجع لبرنامج بس شو لازم نعمل يا شباب لازم نفعل الانترابت حتى نسمح الانترابت اخر فبالتالي بعمل اي اون فمباشرة الاي اون تعمل تلاحظوا الاي اون تعمل الانترابت الواحد لشان اذا انترابت صار لاحقا نعالجه طيب بعد هيك شو بنعمل نرجع للمكان اللي يجينا منه شو اخر جملة بي انتاعي برانش ان كونديشنالي زيرو اي بتعرفوها شو بتعمل هاي راح تروح تجيب الافكتف ادرس وتحط لياه البروغرام كاونتر الان برانش ان كونديشنالي زيرو ان دايريك هاي راح تروح على ميموري اوف زيرو اللي هم ميموري اوف زيرو هي اللي هم مية وثلاثة وتحط ضياب البروغرام كاونتر فبالتالي البروغرام كاونتر الان راح يصير مية وثلاث قيمت البي سي طيب وبهيك بكون هاي الجملة الان عملت البروغرام كاونتر مية وثلاثة طب يلا راح نعمل اوكي شو راح نعمل الان راح رح نعمل أخرى فبالتالي رح نشوف البروغرام كامتر 103 فمية بالمية شباب هاي رح ترجعنا لوين أو رح تعمل الانستقشن اللي على 103 اللي هي من هي؟ هاي هيا اللي هي الآد اللي تحت اللود اللي صار فيها انتررت فالآن رح نعملها الآن فالآن مباشرة نعملها فتش فرح تصير البروغرام كاونتر مية واربعة طبعا هاي رح تعمل فالآن شو رح تعمل هاي يا شباب رح تعمل تجمع لي لو هو الاف واحد ونين ستة مع ايش مع الاكموليتار الاكموليتر قدته واحد ثلاث وثلاث أربعة اللي هي اكس فراح يجمع لي الآن واحد ثلاث أربعة مع اف واحد وثلاث أربعة طبعا أربعة زائل ستة اللي هو اي 2 زائد 3 خمسة 2 زائد 1 ثلاث F زائد 1 اللي هو صفر باليد 1 تمام معناته هاي رح تخزلي بالأكوموليتر اللي هو F 0 0 أو عفا 0 3 F 5 0 0 3 عفا 0 3 خمسة ايه طبعا ايوة رح تخزنها بالأكوموليتر والاي رح تصير واحد تمام هيك الات اشتغلت طب يلا رح تخزلي الزيت رح تخزي الاكوموليتر بيزيد اللي هو صفر ثلاثة خمسة وبالتالي بالزيد رح يتخزن صفر ثلاثة خمسة ايه بعد هناك طبعا رح يوقف البرنامج تاعة هاي اتنا البروغرام كاونتر بيكون يتغير وبالتالي بهاي الحالة البرنامج تاعة زي ما انتم شايفين اوكي فعليا المين بروغرام كان يتنفد صار انترابت فمباشرة رحنا على انترابت سير بس روتين وعالجنا هذا الانتراب وبالتالي بس خلصنا رجعنا للجملة اللي يتلي جملتنا ونفذناها وبالتالي برنامجي هذا يشتغل بش طريقة صحيحة وجمع لي اكس واي مع بعض وخزنهم بزد بدون اي مشاكل وبالتالي هيك بهاي الحالة برنامجنا اوكي جمع رقمين وكمان بنفس الوقت كان قادر انه اي مقاطعة اي طلب مقاطعة يجان من برة سواء من انبوت او من اوتبوت ديفايس يدري يا شباب اعالجه اوكي شباب تم اذا يا شباب بالمختصر اوكي شو صار لما نفذنا البرنامج تعنا كنا احنا بننفذ بالمين وبالتالي كان المين عندي يتنفذ جملة جملة تلاحظوا وشوفوا الملخص ما اسهل لما انت تنفذ بس احنا لانه حلينا بالتفصيل اوكي يعني طولنا عليه بس فعليا هيك البرنامج رح يتنفذ بهذا البساطة البرنامج تاعي البرنامج كانت تاعي تيمتومية فبالتالي المين البروغرام كان يتنفذ جملة جملة اطلعوا تنفذت هاي الجملة بعدينك بتتنفذ هاي الجملة بعدينك بتتنفذ هاي الجملة الآن اثناء تنفيذ هاي الجملة صار مقاطعة يعني يجاني character من keyboard يجاني character مباشرة الآن شو راح يصير طوالي الFGI راح يصير واحد مباشرة الكمبيوتر شو راح يعمل راح يروح يعالج هذا الانترابط هو مباشرة الكمبيوتر بكمل تنفيذ اللود وين الآن شو وين بروح بروح على الانترابط service routine طبعا وإحنا حكينا بالتفصيل كيف بروح على الانترابط service routine لكن هون فعليا شو بيجي بيعمل بيخزلي عنوان الاد فبالتالي إذن أنا هون صار عندي الانترابت فمباشرة بيجي الكمبيوتر تاعد بروح على الانترابت سير بسروتين فبروح لهون طبعا نعرفني ليش بروح لهون لأنه جملة البرانش SRV لما تتنفذ بتحط بالPC SRV لهو الميتين فمعناته مية بالمية البروغرام كونتر رح يصير ميتين وبالتالي رح يمعناته يتنفذ هذا الجملة احنا على كل حال صار انترابت باللود اي فمباشرة لما يصير انترابت باللود اي شباب مباشرة لما صار هاي فيها انترابت مباشرة الكسكيوشي رح يروح على السير بسروتين خل فبالتالي رح يتنفذ هذا الروتين طبعا هذا الكيب بتنفذ المفروض الكود كالتالي فبالتالي اول جمل حفظت للأكيوموليتر والإي السابقة تعاتل مين اوكي طيب الآن فحصت هذا الجزء هذا الجزء مسؤول عن معالجة الانترابت اذا كان عندي انبوت وهذا الجزء مسؤول عن معالجة الانترابت اذا كان اوتبوت وبالتالي هذا مختص بالانبوت وهذا مختص بالاوتبوت طبعا كيف بعرف من خلال الـ FGI والـ FGO إذا الـ FGI واحد أو الـ FGO واحد معناته إذا الـ FGI واحد معناها input وإذا الـ FGO معناها الـ Interrupt يجاني من الآن بكل بساطة شو بيجي بعمل بفحص الـ FGI إذا الـ FGI equal 1 معناها input جاينة فبعمل input وبفوته على accumulator وبعد ما يفوته على accumulator بخزنه بـ array بأشيء أو buffer بأشير عليها الـ P1 وكل بيجيني بتخزن بهذا البفر بنضاف على هذا البفر هيك نبرمج وبالتالي هذا الكود هيك بعمل فبالتالي بفحص الـ FGI الآن إذا الـ FGI كانت صفر يعني متجايني input خلص إذا متجايني input معناته مش رح أعمل input معناته رح نعمل branch on-conditionally لـ next يعني مش رأي نظن رح نظن نعمل لوبينك لا خلص معناها أكيد يعني مش شو اللي مقاطعني مش الـ input مش الكيبورد هو اللي قاطعني أو الـ input device مش شو اللي قاطعني فبنفحص الـ SGI إذا الـ SGI equal 0 معناها مش رح نعمل skip فرح نعمل branch الآن مروح بنفحص الـ FGI أما والله إذا الـ FGI equal 1 فبعمل read وبخزنها بالبفر تاعي بالـ B-T1 طيب الآن الـ next الـ next شو بتعمل يا شباب بتفحص الـ FGI هايها الآن إذا مش إذا الـ FGI صفر معناته خلص لا تعمل skip فأعمل branch لا exist طيب أما إذا الـ FGI equal 1 إذا الـ FGI وين هاي إذا عملنا بنا نفحص لقين الـ FGI O equal 1 طبعا هذا الكود الموجود عندي فيه عندي هنا بوينتر اسم B-T2 قيمته 400 بيأشر على بفر في character في character الآن هذا البرنامج كل ما character الآن فضي أو كل ما الـ output register فضي منودي عليه character مشان نروح ينطبع على الشاشة فأنا هون عندي list character موجود بالـ B-T2 على 400 فبالتالي character الأول على 400 character الثاني على 401 على 402 الآن كل مرة كل ما يفضل output register بودي عليه character من وين من الـ B-T2 وبالتالي رح أقرأ إذن من B-T2 طبعا كإن دايريكت ليش؟ لأنه B-T2 هو عنوان الـ Operant فبقرأ منه وبودي وين على الأكوموليتر أوكي وبعدين بودي وين على الأوت فكل ما فيضي الأوت وترجستر أوكي بودي عليه character مشان ننبعث للأوت والتيرمينل الآن على كل حال طلعوا هنا شو بصير بنقول له SQL إذا SQL equal 0 خلص branch and conditional to exist فبإذا SQL equal 1 يعني إذا هذا equal 1 معنى الأوت جوجستر فشو الآن بنودي عليه character character فشو بقول له للSQL equal 1 بروح وين بقول له load BT21 هيا رح تروع على memory اللي بأشر عليها الBT2 فبهذا بالأول بتكون على 400 فبيجيب memory of 400 بجيب character اللي هناك وبحط لياه بالأكوموليتر طبعا بعدين نقول له out لأنه 100% الأوت بترجستر فاضي كيف عرفت من SQL فبالتالي الأكوموليتر رح نبعث على الأوت بترجستر الآن مباشرة أي إشي بالأوت بترجستر رح ينبعث طبعا مباشرة لما نبعث الأوت هاي طبعا بصير إيش بصير صفر الآن بعد هيك بعمل increment للBT2 بهيك أنا بكون نقلت الحرف الأول الآن بدي أمقل الحرف الثاني الآن BT2 قيمته 400 الآن بصير 401 يعني بصير يقشر عن character اللي موجود داخل الأوت بتطفر طيب بعد هيك بكون character وديته فلاحظوا هذا الجزء بيودي فقط character 1 وهذا الجزء بقرأ فقط character 1 فكل انت الرابط بصير بقرأ يا character 1 يا ببعث character 1 طيب على كل حال الكود تاعي بغير الأكموليتر وبغير الإي فبالتالي بهاي الحالة بس يخلص الكود تاعي إذن هذا كل ما صار انترابت بودي character 1 وكل ما كل ما إجاني character بقرأ character 1 خطوة اللي وراها برجع إيش الأكموليتر وبرجع إذا منرجع الأكموليتر ومنرجع الإي لوضحنا الطبيعي بعد هيك بسمح بي اللي انترابت وبعد هيك منرجع للمكان اللي يجينا منه فبالتالي هاي الجملة رح ترجعني مية بالمية لهون والآن بيكمل لحديت الهات وبالتالي يا شباب بيكون هيك فعليا أوكي اتبعنا هذا البرنامج والمفروض عرفنا كيف بتصرف البرنامج تاعي في حالة صار عندنا انترابت أوكي